طبيب مخذرم، كيف تقارن بين أطباء جيلكم وأطباء الذين يتخرجون في السنوات الأخيرة؟ في الحقيقة اليوم سنرى أن الطبيب أصبح تقريباً ربو تكوينه غاليض كبير جداً وثقيل وبالتالي أصبح عنده نظرة قصيرة جداً إلا في اختصاصه أو في المعاملة التاعه أصبح نقول طبيب موليكولار يعني يعرف إلا الأدوية التاعه وكذا فكان حواجز كثيرة ما بينه وبين الاختصاصات الأخرى وبين عالم خارج الطب فمثلاً طبيب اليوم لا يعرفش السينيما، لا يعرفش الأدب، لا يعرفش الفلسفة، لا يعرفش التاريخ لا يوجد مسؤولية في الحقيقة، هذا نمط عيش جديد اليوم البشرية لازم تحصل على شهادات وكي تحصل على الشهادات لازم تدري كل ما في طاقتك وبالتالي تبقى إلا في غرفة ضيقة مع الكتب ومع الاختصاص لا تخرج منها، وهذا ربما غلط